جاءت تصريحات الفنانة إلهام شهين الأخيرة حولها من الزواج من غير مسلم لتصير حالة من الجدل حيث أكدت إلهام شهين عندي سؤالها إذا أحببت شخص من غير دينها أنها ممكن تتزوجه بعقد مدني مضيفة المشاعر العقل بمرمجها أنا عاطفية لكن عقلي بيوجه عاطفتي وكانت دار الإفتاء قد أجابت في وقت سابق على سؤال ورد إليها يقول مسلمة خالية من الزواج وقد تزوجت الآن بغير مسلم بعقد فهل يكون هذا الزواج صحيح على حسب نصوص الشريع الإسلامية موضحا في ردها أن هذا النكاح باطل ويلزم التفريق بينهما ولا يترتب عليه شيء من أحكام النكاح الصحيح وقالت إلام شاين في تصريحات لها أن عدم زواج أصحاب الأديان المختلفة من بعضهم البعض أو حتى أصحاب المزاهب المختلفة داخل الدين الواحد هو تشريع من صنع البشر وليس من التشريعات السماوية موضحا أنها توصلت لهذا الرأي بعد قراءتها المتعددة مشيرة إلى أن من حق من يخالفها أن يعترض وهناك بلاد كثيرة يوجد بها زواج مدني موضحا أنها لو أحبت شخص من غير دياناتها دينها الإسلام ستتزوجه زواجا مدنيا ترجمة نانسي قنقر